في حكومة الترويكا كان يعتبروا أن خطاع السياحة هو الشهر الوطنية والمشروع الوطني التونسي أعتقد أن من واجب جميع القوى أن تلتف وتلتف إلى شهر لاستعراض الأعمال الإجرامية في أرقم ظهرها وليس من قبل الصدفة أن نجد اليوم بالذات هناك عملية إقراءة وليس لها علاقة بالمشاعر الدينية وبالمشاعر الإسلامية السمحة التي تعلمناها جميعا بل بالعكس يريد أن يحولون هذا الشهر إلى شهر الضحايا وشهر القتل والإرهاب وهذا طبعا من شأنه أن يعطي صورة سيئة جدا عن ديننا